المخصص للتعليق على نتائج اجتماعي مجلس الوزرع على عدد من مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها والتي شملت مجالات عديدة من بينها البيئة والإسكان والعمران لخص المؤتمر الصحفي في سياق التقرير التالي خلال هذا المؤتمر الصحفي علق أعضاء الحكومة الحضور على مجموعة المشاريع والمراسيم والبيانات التي شرت دراستها والمصادق عليها من طرف الحكومة خلال اجتماعها الأسبوع وهكذا قدم وزير البيئة والتنمية المستدامة السيد أمدي كامرا عرضا حول البيان المتعلق باختيار بلادنا لاحتضان فعاليات اليوم الإفريقي للبيئة في الفترة ما بين 1 و 4 مارس 2017 مشيرا إلى أن الحكومة تلقت إشعارا من طرف الاتحاد الإفريقي أكد فيه اختيار بلادنا لاحتضان هذه التظاهر وذكر السيد أمدي كامرا بأن هذا اليوم تم تأسيسه من طرف مجلس الوزراء المنظمة تقديرا للتحديات البيئية التي تواجهها القارة والتي أعرفت تفاقما ملحوظا في السنوات الأخيرة بسبب التلوث الكبير والتغيرات المناخية وانتشار النفايات من جانبه قدم الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصادي والمالية المكلة بالبيزانية بيانا مشتركا مع قطع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي حول الإشكالية التسير العقاري في بلادنا بدءا من تشعب أشكاله ومررا بإشكالية إثبات الملكية العقارية بحد ذاتها وانتهاءا بالتحكم في تسيرها